المسيح صعد إلى السماء ويعني واضح من الرسالة إلى العبرانيين مكتوب عن المسيح جلس في يمين العظمة نعم وإحنا اللي فهمنا أنه بعده بيشتغل يعني بعده بيعمل نعم 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 لصالحنا لمصلحتنا بيحامي عنا بيحكي لنا مع الآب ففي شفاعة لكن شو المغزى لهذا الوجود وجود المسيح الرائع في السماء أو في المجل أشكرك لك للسؤال الرائع دي يا أخ نزار لو المسيح انتهت حياته بالقبر والقيامة أصبح الأمر سمحني أقول إحنا نعيش في المجهول لكن سر الضمان والأمان أن لنا المسيح الآن يجلس في يمين العظمة في الأعالي ماذا يعني وجود المسيح في العظمة هناك يعني خمسة أشياء على الأقل تسمح لأقولهم بسرعة تفضل الأمر الأولاني ألاقيه في سفر الأعمال أصحاح 2 وعدد 32 و36 في عزد بطرس يوم الخمسين فبيقول فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهودا لذلك عدد 36 جاء الله أن الله جاء على يسوع هذا اللي الآن من الأموات ربا ومسيحا فوجود المسيح الآن في يمين العظمة معناه أنه ربا ومسيحا لأنه محدش يقعد في يمين العظمة في الأعالي إلا الرب والسيد والإله رقم واحد الرقم معنى الثاني كون المسيح الآن يجلس هناك أخ نظار زي ما قال الكتاب في رسالة أفاسوس أصحاح 1 وعدد 20 إن الله أقامه وأجلسه في يمينه في السمويات فوق كل رياسة وإسم وسلطان ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا وأخضع كل شيء تحت قدمي المسيح قاعد هناك فوق كل رياسة وفوق كل سلطان رقم ثلاثة إيه معنى المسيح قاعد في المجد زي ما حقك ذكرت دلوقتي ده معناها أنه صاحب الاسم اللي ما فيش زيه في لب 2 عدد 11 يقول الكتاب وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسب اسم يسوع كل رجبات المعنى الرابع كمان أن وجود المسيح هناك هو صاحب القدرة وكلي الإمكانيات رؤية 5 عدد 6 يقول لنا رأيته وإذا في وسط العرش خروف قائم كأنه مسبوح سورة تشبهية للرب يسوع المسيح طبعا وفداؤه يجلس في وسط عرش الله والكل يسجد من حوله الحاجة الأخيرة أخ نزار وجود المسيح هناك في يمين العظم في الأعالي بحب أوي عبرانين عشرة وعدد اتناشر ويقول الكتاب عنه أما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداءه موطئا لقدميه المعنى الأخير أي معنى المسيح قاعد هناك المسيح قاعد في يمين عرش الله ينتظر لحظة القضاء التي يأتي فيها لكي يدين الأموات والأحياء ترجمة نانسي قنقر